الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في أعماركم وفي أوقاتكم وفي أموالكم وفي أبدانكم وفي أولادكم وأسأل الله أن يسكنكم أعالي الجنان لتكونوا برفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يتقبل منكم المناسك وأن يسرها لكم وأن يجعلكم موفقين معانين اللهم اغفر لهم ذنوبهم ويسر لهم أمورهم وكفر عنهم سيئاتهم وزد في درجاتهم وحسناتهم وبعد فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء نتدارس فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من الأحاديث الطويلة المجتملة على الفوائد الكثيرة فلعلنا نستمع أولاً للحديث ثم نتدارس معانيه أولاً ونأخذ أحكامه ثانياً وتفضل بارك الله فيك الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم فكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيراً يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وظلع الدين وغلبة الرجال فلم أزل أخدمه حتى قدمنا من خيبر وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى بنا قوماً لم يكن يغزوا بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذاناً كف عنهم وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم بعدما يصبح قال فخرجنا إلى خيبر وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه فانتهينا إليهم ليلاً فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فلما أصبح ولم يسمع أذاناً ركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم يسعون في السكك بمكاتلهم ومساحيهم على أعناقهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس يعني الجيش فجالوا إلى الحصن يسعون قال فأصبناها عنوة فظهر عليهم فقتل المقاتلة وسب الذراري وأصبنا حمرا فطبخناها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وجاء فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر فنادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور باللحم فجمع السبي فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عطقها فاصطفاها لنفسه فخرج بها حتى إذا كان بالطريق وبلغنا سد الروحاء حلت فبنا بها جهزتها له أم سليم رضي الله عنها فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه ذكر السويق قال فحاسوا حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذ من حولك فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها وكان ذلك بناءه بها فأقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس فكانت في من ضرب عليها الحجاب وسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة وبدى له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم أشار بيده إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباء ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب فلما قفلنا من عسفان ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة جميعا فاقتحم أبو طلحة عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك من شيء؟ قال لا ولكن عليك المرأة فإنها أمكم فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه وقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما راحلتيهما وأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنفا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساروا حتى إذا أشرفنا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة هذا حديث كثير الفوائد وكثير المعاني قوله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة أبو طلحة رجل من الأنصار كان كثير المال كان معروفا بالصدقة في سبل الخير وكان له نخل غزير وكان محبوبا عنده فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بيرحاء أحب مالي إلي وإني قد جعلتها في سبيل الله فإن الله قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين ففعل وصلت القرابة بين أنس وأبي طلحة أن أنس بن مالك ابن النظر كان من أبناء عمومة أبي طلحة لكن على بعد وكانت أم أنس يقال لها أم سليم قد مات عنها زوجها مالك والد أنس قبل الإسلام فلما جاء الله بالإسلام أسلمت أم سليم فخطبها أبو طلحة فاشترطت عليه أن يسلم وكان ذلك قبل تحريم نكاح الكفار للمسلمات فأسلم أبو طلحة بسببها فنعم المهر مهرها وقوله هنا قال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس أي ابحث وطلب لي غلاما أي ولدا يقوم بأموري ويخدمني ويقوم بتحقيق ما أطلبه منه حتى أخرج إلى خيبر يعني في سفر هذا الذي أريد أن أسافره وأناس بن مالك كان حال قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ابن سبع إلى ثماني سنين فجاءت أمه أم سليم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنيس يخدمك فخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أمه طلحة فقالت يا رسول الله أنيس خادمك ألا تدعو له فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأكثر ماله وولده فطال عمره مات بعد التسعين وقد كان عمره قرابة المئة وأكثر الله ماله وأكثر الله ولده حتى أنه قال قبرت من ذريتي مئة وعشرين مئة وعشرين هؤلاء دفنهم وغير من بقي حيا بعد وفاته وأكثر الله ماله وجعل الله له مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة وأحاديثه في ذلك مشهورة قال أنس فخرج بأبو طلحة مرد فيه أي قد جعلني على الرحل خلفه وأنا غلام راهقت أي قاربت الحلم أو جاوسته قليلا فقال أنس فكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم أي أقوم بحوائجه وأنفذ أمره إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول على جهة الدعاء اللهم إني أعوذ أي يا الله إني ألتجئ وأحتمي بك من الهم والحزن فالهم متعلق بالأمر المستقبلي والحزن تأسف على الأمر الماضي وأعوذ بك من العجز والكسل العجز عدم القدرة على فعل الخير والطاعة والكسل عدم الرغبة في فعلهما وأعوذ بك من البخل وهو إمساك المال وعدم إنفاق فيما أوجب الله وأعوذ بك من الجبن وهو ترك الشجاعة في قتال الأعداء وأعوذ بك من ظلع الدين أي ثقله وشدته والدين ما يكون في ذمة الإنسان من الحقوق والأموال للآخرين وأعوذ بك من غلبة الرجال أي تمكن الآخرين من قهر الرجل وغلبته والوقوف في وجهه قال أنس فلم أزل أخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا من خيبر وقد ورد في الحديث أن أنسا قال ما رأيته مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمته عشر سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولم يقل لشيء لما فعله لما لم تفعله قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى أي ذهب لقتال الأعدى إذا غزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر أي يتأكد هل من يريد أن يقاتلهم من المسلمين أو لا فإذا سمع أذانا سمعهم يؤذنون في أذان الفجر كف عنهم ولم يقاتلهم وذلك لأنه علم أنهم مسلمون وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم أي غزاهم وبعدما يصبح قال فخرجنا إلى خيبر وهي منطق الشمال المدينة النبوية وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه ويقوم بحوائجه فانتهينا إليهم ليلة أي وصلنا إلى منطقة خيبر في الليل قال فناموا فصلوا عندها في ذلك المكان صلاة الغدات يعني صلاة الفجر بغلس يعني في وقت الظلمة قال فلما أصبح ولم يسمع أذانا من أهل خيبر ركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة قال أنس وأن الرديف أبي طلحة فأجرى أي وضع مسابقة بين الخيل وضع مسابقة بين الخيل فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر أي الطريق الضيق الذي يكون في خيبر قال وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يتعادون وكان يجري بجواره ولذا كانت ركبته حول النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هذا أنه من وراء الثياب بدلالة أنه أخبر عن انحسار الثوب بعد ذلك قال فأجرى في زقاق خيبر أي الطريق الضيق بعيد المدى وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار أي أن الإزار الذي هو لباس أسفل البدن انحسر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ظهر فخذه ظهر فخذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إني أنظر إلى بياضي فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية ما هي القرية؟ خيبر فلما دخل القرية رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر أي أعظم وأعلى وأرفع خربت خيبر أي جاءها الخراب إن إذا نزلنا بساحة قوم أي مكانهم الذي يتفسحون فيه فساء صباح المنذرين المنذرين من بلغتهم الرسالة والنذارة قالها ثلاثة قال وخرج القوم يعني سكان خيبر خرجوا إلى أعمالهم كل منهم عندهم زراعة كانوا مشتهرين بالزراعة يسعون في السكك أي يركضون في سكك خيبر بمكاتلهم أي معهم وإناء الخوص الكبير الذي يضعون فيه التمر ومعهم مساحيهم وهي آلة تحرث بها الأرض على جهة العمل اليدوي ومساحيهم على أعناقهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا الجيش معه قالوا محمد والله هذا القادم هو محمد والله محمد والخمس يعني والخميس محمد والخميس يعني الجيش فأجالوا أي أنهم مروا ساعة ورجعوا فأجالوا إلى الحصن فتركوا مكاتلهم ومساحيهم وذهبوا إلى الحصن ليتحصنوا به يسعون قال فأصبناها أي أنهم أخذوا هذا المكان خيبر عنوى أي بقوة السلاح وليس صلحا فظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وانتصر فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة لما كان لديهم من محاربة الإسلام وأهل الإسلام والسعي في ذلك وسباء الذراري أي أبقاهم أي الأولاد والبنات أبقاهم أحياء قال وأصبنا حمر جمع حمار والمراد هنا الحمر الأهلية فطبخناها ذبحوها وطبخوها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن أي أتى إليه رجل فقال أكيلت الحمر كأنه يشير إلى نظوبها قال فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكيلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أفنية الحمر لم يبقى من الحمير شيء فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم أي يطلبان منكم ترك أكل لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أي نجسة قال فأكفئة القدور أي قلبت رأسا على عقب بما فيها من لحم وماء وإنها يعني وكان شأنها أن الماء يفور فيها يطبخ لحم اللحم الذي وضع فيها قال فجمع السبي أي من يريد سبيهم واسترقاقهم فجاء دحيه الكلبي وهو رجل من الصحابة فقال يا نبي الله أعطني جاري من السبي أريد امرأة تخدمني تقوم بأموري فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ جارية اذهب إلى المغانم وصل إليها وبالتالي خذ جارية فأخذ دحية صفية وجدها في السبي فأخذها صفية بن دحويي وهي امرأة صالحة وكانت يهودية فأسلمت وكانت قد رأت رؤيا بأن القمر سقط في حجرها فأخبرت بذلك زوجها فضربها على وجهها وقال أتتمنين محمدا علم من رؤياها أنها ستزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك لها فالمقصود أن الدحية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه صفية بن تحويي وقد قتل زوجها وكانت عروسا فقال يا نبي الله أعطيت دحية الكلبي صفية بن تحويي وهي سيدة بني قريضة وسيدة بني النظير وهي من قبائل العرب التي تهودت وهي صفية لا تصلح إلا لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه بها أي اطلب من دحية أن يحضر فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وشاهدها قال صلى الله عليه وسلم لدحية خذ جارية من السبي غيرها وحينئذ أعطق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا حيث لا يحتاج إلى دفع مهر جديد فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخارج بها حتى إذا كان بالطريق وبلغنا سد الروحى حلت فبنى النبي صلى الله عليه وسلم بها تزوجت وكانت قد جهزتها أم سليم المرأة الصالحة وهي أم أنس هيئتها وجهزتها لأن تكون عروسا لأن تكون عروسا قال فأهدتها أي أن أم سليم أهدت صفية بنت حيي للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم معروسا وكان من طريقتهم في نهاية المعارك أن يتزوج الرجل ليظهر قوتهم وعدم اهتمامهم بما وقع من معركة وجهزتها قالت حتى إذا كان بالطريق وبلغنا سد الروحى حلت أي انتهت عدتها فبنى النبي صلى الله عليه وسلم كما يتزوج بها وجهزتها له أي هياتها للزواج أم سليم أم أنس فأهدتها أي زفت أم سليم تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيء به يعني من كان عنده شيء يمكن أن يتصدق به فليحذره من أجله أن نتصدق به قال فجعل الرجل يجيء بالنفر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه ذكر الشريف أنه جاء بشيء ثالث فحاشوا حينا في نطع صغير أي جمعوها وخلطوا هذه المأكولات والنطع البصاط من جلد البصاط الذي يكون من جلد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن أي أخبر من حولك نجل يقدم عليه فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها خبز ولا لحم فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها وكان ذلك بناءه أي هذه الحادثة هي قصة زواجه بصفية رضي الله عنها فقام يعني أنه لما تزوج صفية وكانت صفية ثيبا قد تزوج قبله وحينئذ جلس عندها ثلاثة أيام ثم بعد ثلاثة أيام عاد للقسمة بينها وبين غيرها من الزوجات حينئذ التبس على الناس أمر هذه المرأة هل هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من أمهات المؤمنين أو أنها أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون كذلك فقالوا عندنا علامة ما هي هذه العلامة قالوا الفرق بين الحرة والأمة أن الحرة تحتجب فتغطي جميع بدنها والمملوكة لا يلزمها التحجب فننظر إن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتحجب فهذا معنى أنها حرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وإلا هذا دليل على أنها مملوكة فلما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقل من مكانه الذي كان هو فيه فلما ارتحل وطأ لها خلفه أي سهل لها طريق الركوب معه على ناقته ومد الحجاب بينها وبين الناس أي زمها بتغطية جميع بدنها بما فيه الوجه واليدان فكانت في من ضرب عليها الحجاب معنى أنها من أمهات المؤمنين قال وسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة أي قاروبنا منها وأصبحنا في مكان مرتفع حولها وبدى له جبل أحد أي ظهر له جبل أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه ثم أشار بيده إلى المدينة فقال اللهم يعني يا الله إني أحرم ما بين لابتيها أي أجعل ما بين اللابتين حراما لا يجوز فيه صيد ولا نحوه وقوله ما بين لابتيها أي ما بين جنبتي مكة ثم قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة فإن إبراهيم حرم الصيد في مكة قال كتحريم إبراهيم مكة اللهم بارك أي ضاعف ما تنعم به من صنوف النعم قال بارك بارك لنا في صاعنا والصاع مكيال تقاس به المكيلات والصاع أربعة أمداد والمد من اليدين المعتدلتين ثم قال اللهم يعني يا الله بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم فدعا للمدينة ثم خرج إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري لها يعني من أجل عائشة وراه بعبات أي يضعها تجري وهو قريب منها ويقوم بسترها ثم يجلس عند بعير من هذه الإبل قال فيضع ركبتيه فتضع الصفية رجلها على ركبته حتى ترقب قال فلما قفلنا رجعنا من عسفان على طريق مكة والمدينة قريبا من جده ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته فلما كان بعض الطريق عثرت الدابة عثرت الدابة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة سقطوا جميعا سقطوا جميعا فاقتحم أبو طلحة رضي الله عنه عن بعيره نزل أبو طلحة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة جميعا سقطوا فيه ذلك فقال يا نبي الله جعلني الله في داءك هل أصابك من شيء فيه العفو عن أخطاء المخطين وأن الإنسان لا يؤاخذ بما في نفسه ونيته قال جعلني الله في داءك هل أصابك من شيء يعني بعد أن سقطوا من الداب فقال لا ليس علي بس ولكن عليك المرأة أي أنقذها فإنها أمكم في من أمهات المؤمنين فذهب إليها أبو طلحة وقد ألقى ثوبه على وجهه وقصد قصده فألقى ثوبه عليه فشف الله عينه فقام أبو طلحة فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه يعني على وجه بطلح على وجه نفسه وقصد قصد المرأة هذه الجهة التي فيها المرأة فألقى ثوبه عليها من أجل أن لا يرى شيئا منها فقامت المرأة فشد لها راحلتيهما فشد لهما أي أنقذهما وأوقفهما ثم وضعهما على ناقتهما وأصلح لهما فركبهما فقامت المرأة بعد سقوطها فشد عليها في الثوب الذي أتى به إليها وشد عليها في الرحل بحيث يكون ممسوكا لا يسقط وأصلح لها مرأتين فركبتا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساروا حتى إذا أشرفنا على المدينة أي قاربناها وأصبحنا نطل عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون آيبون يعني راجعون تائبون أي مكرون بالذنب طالبون لمسحه عابدون أي نعبد الله وحده لربنا حامد أي نحمد الله على نعم فنحن نشاهد جميع النعم منا من الله سبحانه وتعالى فكان أبو طلحة يكرر هذه الكلمة ويرددها فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة فهذا شيء من المعاني التي اجتمل عليها هذا الحديث الطويل ولعلنا نترك ما فيه من الأحكام ليوم آخر بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم الهدات المهتدين اللهم يا حي يا غيوم أغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا اللهم ووفق لات أمورنا لكل خير واجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاة والسعادة هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين